حقيقة أثبتوا أنهم يحترمون القضاء ويلتزمون بنصوص القانون وأيضا يلتزمون بالوعود والقسم الذي يقسموه بأن التداول السلم للسلطة هو من أولوياتهم عندما كانوا في المعارضة وأتوا إلى العراق واستلموا زمام الأمور حقيقة أعتقد إن شاء الله بردا وسلاما على العراق والعراقين إن شاء الله ما يصير أي تصعيد وأي شيء ما يصير إن شاء الله ليش لأن القادة حقيقة وحسب رأيك مراقب وما شاهدت بالتلفاز قبل كم يوم صحيح هناك عتب من قبل الشيخ الخزعلي أو من قبل فلان أو كذا أو تصريحات من هنا هناك ولكن في النهاية كل القادة من الإطار التنسيكي مثل الشيخ الخزعلي أو الحاجهاد العامري كلهم أيقنوا وقالوا بكلمة واحدة وهي أن ثقتنا عالية بالقضاء ونحن مع القضاء ماذا يكون القرار يعني ما كان تهديد في المعارضة يعني في كل المشاكل وبالتحديد المحكمة الاتحادية لكن أريد أسأل أنه هل تشكيل الحكومة راح يكون معقد جدا لو راح يكون سهل ومريح جدا بعدما انحسمت الدعاوة وانحسمت القضايا وخلاص يعني ذهبنا إلى تحديد موعد للانعقاد أول جلسة مجلس النواب ويوم عاشرة واحد لا حقيقة ست هيفاء ما راح يكون سهل يعني احنا اعتادنا كل الانتخابات منذ أن كانت توافقية حتى 2018 وقبلها 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 وصولا إلى هذه الانتخابات ما كانت جولة من جولات الانتخابات هي كانت سهلة ليش لأنها مرتبطة بمناصب مهمة ومناصب حساسة ووزارات سيادية ووزارات أمنية فحقيقة الكل يبحث عن استحقاق الانتخابي وعن ما كانت في شغل هذه الوزارات أو الأجهزة الأمنية الحساسة هاي من ناحية والناحية أخرى أنا بالنسبة لي يعني أعتقد أنه حتى ما حد يذهب للمعارضة يعني ما أعتقد أحد راح يذهب للمعارضة الكل الآن تقريبا لحد هذه اللحظة اللي أدخلت بها للاستوديو ما سمعت جهة سواء الإطار التنسيقي أو الأخو بالتيار السدري ماذا يقولون ولكن الإطار عفواً التيار السدري هو الآن حقيقة من سيشكل الحكومة إذا طلبت مننا هذا باعتبار كتلة أكثر عددا لكن بعد ما اجتمعوا الإطار التنسيقي ربما باجتماع الإطار التنسيقي يذهبون إلى الطعن بقرار المحكمة الاتحادية